موسيقى 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 هذا غير باش نخلص باش نخلص باش ننستطرع باش نخلص الدرائب يفرض عليها في قانون المالية الجديد. عشري في المياه ديالات تفهيه. المحامي كيف يمكن ذلك؟ اقتطاع من بنسب كبيرة كيف يمكن قدر احنا كمحامي نحقق الرسالة ديالنا ونحفظ عليها. وفي نفس الوقت اننا نؤديه للمصاريف ونؤديه للالتزامات اللي علينا. كان نجددوا الرسالة ديالنا الرافضة لمقتضايات قانون المالية السنة 2023. كان نجددوا الرافض ديالنا لقانون المهنة التي لم ينهج المنهجية التشاركية. وباقونا على النضال وباقونا على النضال في جميع الاشكال السعيدية الى ان يتحقق المراد وان نحقق المكاسب التي نرجوها في ظل وحدة الصف المهني ان شاء الله. السيد محمد حمدي محامي بيئس مكناس ومارس بمدينة الرشدية. أولا بيدعوة كريبة من السيد الكاتب العام الجمعي محمد شابي مكناس. تحقنا في هذا اليوم المبارك لمشاركة الزميلات والزمناء في هذه الوقفة التي تعبر عن رفضنا التام والقاطع عن أي تأمر ضد مهنة المحامات التي تبقى رسالة إنسانية. نوصل صوتنا صوت الحق لجميع المسؤولين وكذلك المواطنين المغربة حتى تصل الرسائل لهم من خلال الشعارة التي نرفعها وترفعها جمعية المحامين الشباب والتي مفادها. أننا لسنا ضد التضريب. أننا نساهم في مالية الدولة ونحن مع بعض الدولة صبيقة للمادة 40 من تسور المغربي. الذي يعني هو أسماء تعبير عن إرادة الأمة ونحن نجزء من هذه الأمة. نحن لسنا عدميين. لسنا غغائيين. لا نقوم بفوضى وإنما نحتجه بشكل حضاري لإيصال صوتنا وصوت الحق الجميع. نقول لهذا التضريب لأنه تضريب غير موجود على الصعيد العالمي. في إطار المقارنة. يعني أن المحامي أصبح منفروض عليه في هذا المشروع أن يؤدي 20% من التضريب على قيمة الموضفة. ونحن نقول وإسوسا بباقي المهن كالأطباء الذين يقدمون خدمة إنسانية. نقدم كذلك هذه الخدمة الإنسانية النبيلة. ولا يمكن أن نبيع سلعا إلى المواطن حتى نطلب منه أن يؤدي ضرائب إضافية طريق الكاهل ذي له. إذن الرسالة التي نريد أن نوصلها أننا لسنا ضد القانون لا نترفع. نحن مواطنون ومواطنات كذلك مثلنا مثل الجميع. نساهم في أعباء الدولة وكان لنا الصدق والشرف للمساهمة في هذه الأعباء في إبال أزمة خانقة أزمة أو جائحات كوفيد. الآن ونحن نتعافى يريدون إقبارنا من جديد. يريدون القضاء على الطبقة المتوسطة بأي شكل من الأشكال. المهنة دي المحامات مهنة أبية والصوفة تبقى أبية. ونحن تنقلنا من أقصى ربع الوطن، من أقصى ربع المملكة الشريفة، من مهد الدولة ليسافيلات لنقول ونضم صوتنا للصوت الحق، صوت الزميلات والزملاء الذين ينادون باستمرار في هذه المعركة لأننا نكون أو لا نكون. المهم عندنا في هذه المعركة هو أن المحامات محامات رسالة إنسانية، محامات أبية لن يمكن تركعها بالسهولة. سوف نظل في إطار القانون، سوف نظل في إطار قنوات الحوار، سوف نلتمس كذلك من هيئاتنا احتراماً لأننا نلتف وراء الهيئات ديرنا المهنية، ولكن نلتمس منها وهذا من حقنا أن تنضم إلى صوت الحراك، إلى نبض جميع الزميلات والزملاء أو إلى ما أقول جلد الزميلات والزملاء الذين يطالبون بالاتحاق برقب الهيئات الأبية، الهيئات الممالعة. وما ذلك بعزيزنا على هيئة مكناس لأنها هيئة عتيدة لا تاريخ عتيد بنقابائها، بقيادمتها، ولن أظن أنهم سوف يتخلفون عن الموعيد، نتمنى صادقين أن نلتحق بالرقب ونقول لا لأي تركيع لهذه المهنة الشريفة وهذه الرسالة الإنسانية، وشكرا لكم. ناقيب راشيد العلوي، هيئة المحامي الفتازة، نحن بالصدفة جلال قناة هذه المجموعة لأبرار لقيمة هذه الوقفة، ولكن كلها كانت منه يكون العداد المحامي اللي يحضروا في القفة، يفوق هذا على الأقل واحدة أربعاد للمرات، ولكن هذه بداية، وراهوا من الناس الذين يعرفوا ما هو المشكلة اللي واقع بينهم، وما بين السيد الوزير، والله يهديه، والله يهديه، والله يهديه، وكانت من النوع عدد شاب يحولي الله، باش هذه النقابات كلها، باش غادي تكاتف، ماشي كان سمعوا هذه الثلاثة اللا وهذه الثلاثية، تكاتف كامل لمصلحة الجميع والله الموفق. موسيقى